مين معنا جماعة على الهاتف عشان انا مش انتو ماشي طيب معنا عبر الهاتف الآن بنيتو فلورو مدرب ريال مدريد وبرشلونة الاصبك نتحدث معه ايضا عن مواجهة الاهلي وريال مدريد يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم عشر اهلا وسهلا هو شرف لي ان اكون معكم اليوم النادي الاهلي المصري يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم الاندية يوم الاربعاء مواجهة نراه هنا في مصر مواجهة كبيرة وتاريخية بين نادي القرن في الكارة الافريقية ونادي القرن في الكارة الاوروبية كيف تنظر لهذه المواجهة اعتقد انها مباراة بالغة الاهمية كل الفريقين لديه خبرة وقدرة على الاحتفاظ بالكرة وايضا هم فريقين ايجابيين ولهم الكثير من الاساليب المعشوقة في الكرة واعتقد ان نخرج بمباراة غير تقليدية بين فريقين على مستوى المنافسة ومباراة نستمتع بها جميعا طيب من منظورنا هنا في مصر ان الريال مدريد اكيد فريق اقوى من النادي الاهلي انت بقى شايفها مواجهة ممكن يفوز بها النادي الاهلي في المقابل ولا من الصعب ان يخسر ريال مدريد هذه المواجهة في كرة القدم قبل كل شيء في البداية الجميع يبدو قوي وايضا هناك من يبدو اقل قوة ولكن المهم النتيجة تحصل في الملعب في خلال المباراة يفوز دائما الفريق الذي يفي بالشروط ويكون متحدر بشكل جيد للمباراة الفريقين يمكن ان نرى مواجهة شرسة وغير متوقعة في هذه اللحظة بين فريقين كبيرين لست اقول ان الاهلي بعيدا عن الفوز ولكن ايضا اقول ان مدريد منهك من المباراة الاخيرة وايضا الاصابات ويكافح من اجل تقديم افضل ما لديه في الملعب ولكن هذه المواجهة مع فريق كبير كالاهلي ايضا يجب ان يتحل اللاعبين بالهدوء وهي مباراة بلا شك صعبة بالنسبة لريال مدريد ولكن ايضا بخبرة المواجهات ايضا المدريد سوف يقدم افضل ما لديه وسنشاهد مباراة خارج التوقعات هذا في اعتقادي كارلو انشلوتي يتعرض لكثير من الانتقادات في الفترة الاخيرة بسبب خسارة السوبر الاسباني وايضا الابتعاد عن المنافسة بفرج نقاط كثيرة عن برشورونا هل ترى ان بطولة كأس العالم الاندية هتكون طوء نجاة ليه كارلو انشلوتي مع ريال مدريد ومشواره مع ريال مدريد انشلوتي لديه خطته ورؤيته ويدرك جايدا ان يجب الاحتفاظ بموقع ريال مدريد من بين انديات القمة لكن ننتظر فيما بين برشورونا وريال مدريد ان نحتفظ دائما بهذا الروح التنفسية اعتقد ان انشلوتي من الممكن ان يعتمد على هذه المباراة لكي يتسنى له التقدم في اداء والحصول على اللقب وتعويض الخسائر الماضية ولذلك اظن انها ستكون مباراة خارج توقعات هناك الكثير من اللاعبين الوعيدين في ارض الملعب وسيقدمون افضل ما لديهم وسنشاهد مباراة ممتعة ماركا الاسبانية امس تحدثت عن نادي الاهلي كبير القارة الافريقية ملك القارة الافريقية في كرة القدم ماذا تعرف عن النادي الاهلي ماذا تعرف عن الاهلي يصبت لي تدريب النادي لذلك لست على دراية بالكثير عملت في المغرب وهناك أعتقد أن أندية شمال أفريقيا والكرة في شمال أفريقيا لديهم الكثير من المواهب الكثير من الأفكار وكذلك اللعبين بالنسبة المغرب على سبيل المثال قدمت أداء مبهر في كأس العالم وعلى مستوى الأندية الأندية تنمو بشكل مستمر وكذلك تحقق معايير تقترب من أندية أوروبية في أفريقيا يجب لابد أن هناك مستقبل وعد لكرة القادمة نيتو فلورو مدرب ريال مدريد وبرشلونة الأصبك أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري يا رب خير عجبني حتى الناس في أسبانيا تتحدث عن مواجهة ما فيهاش توقعات مواجهة وارد فيها النادي الأهلي أنه يكسب ريال مدريد ده مش كلامنا احنا مش كلامنا احنا المتفائل واللي في حماس واللي في تعاطف مع النادي الأهلي لا فأسبانيا نفسهم مقتنعين أنه هما ممكن ممكن ريال مدريد يخسر هذه المواجهة أمام النادي الأهلي يا رب